موسيقى النشرة المغاربية مباشرة من الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهل يترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في هذه الأثناء اجتماعا لمجلس الوزراء بيان لرئاسة الجزائرية أوضح أن الاجتماع يتناول مشروع قانونين يتعلق الأول بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع استعمالهما والاتجار غير المشروع بهما وثاني يخص كيفية منح العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة الخاصة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية بالإضافة إلى عرض حول الإجراءات العملية للحد من ظاهرة الاختناق داخل المنازل بالغازات المحترقة وحادي أكسيد الكربون وجه رئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة خطية لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني وذلك في إطار التواصل الدائم بين قائدي البلدين بحسب ما ورده بيان للخارجية الجزائرية الذي أضاف أن الرسالة تندرج في إطار التواصل الدائم بين قائدي البلدين وما يجمعهما من وشاهج خوة متميزة وإرادة مشتركة للرقي بالعلاقات الجزائرية القطرية إلى أسمى الملاتب ومواصلة الجهود للدفاع عن قضايا الأمة العربية هذا وقد سلم الرسالة السفير بجمع دلمي المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الجزائري حيث تم استقباله الاثنين بالدوحة من قبل أمير دولة قطر في موضوع آخر تخطط مجموعة إيني الإيطالية لرفع إمداداتها من الغاز انطلاقا من الجزائر إلى 28 مليار متر مكعب بحلول العام المقبل توقع الرئيس التنفيذي للمجموعة الإيطالية كلاوديو ديسكالزي زيادة وارداتها من الجزائر بكميات إضافية تعادل 3 ملايير متر مكعب خلال السنة الجارية احترامها لتعاقداتها وتعاهداتها يجعل منها أكثر موردين الغاز موثوقية على الإطلاق هكذا وصف الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية الجزائر التي استطاعت في ظرف وجيز تأمين إمدادات إضافية للغاز نحو السوق الإيطالية ارتفاع تدريجي لتدفقات الوقود الأزرق إلى إيطاليا مرشحة لبلوغ عاتبة 28 مليار متر مكعب مطلع العام المقبل الجزائر حقا شريك استراتيجي يساعد إيطاليا كثيرا وتحترم التزاماتها التعاقدية فيما يتعلق بالكميات المتفق عليها نقوم سنويا بتحديث الكميات المتفق عليها والتي تم احترامها بالكامل من طرف الجزائر تم إمدادنا بثلاثة مليارات متر مكعبة إضافية في 2022 إضافة لثلاثة أخرى في 2023 والمزيد مستقبلا إمدادات الجزائر كانت قبل قرابة سنتين في حدود 21 مليار متر مكعب وستصل الكميات إلى 28 مليار متر مكعب في 2024 سنتخط هذه الكميات في 2025 ولأن الشراكة بين إيني وصونتراك شاملة ومتنوعة تسعى المجموعة لإدماج الطاقة المتجددة والهيدروجان الأخضر ضمن المزيج الطاقوي لنشاطهما في إطار برنامج طموح يدعم الطاقات النظيفة والصديقة للبيئة الإتفاقيات الجديدة مع سنتراك الجزائرية تأتي لتكمل مسيرة التعاون وقعنا بالفعل اتفاقية للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بدلا من الغاز الذي نستخدمه في أنشطتنا الداخلية وأنشطة سنتراك وسنمضي قدما في توسعات كبيرة لدينا بالفعل اتفاق بشأن الهيدروجان ونعمل دائما على توسيعه من خلال مصادر الطاقة المتجددة مع إمكانية بناء خطوط أنابيب لنقل الهيدروجان لأن تلك التي تنقل الغاز غير متوافقة تماما ثقة عالية ربح مشترك ورغبة باستثمارات أكثر هي العوامل التي تطبع التعاون والشراكة بين أحد أكبر عمالقة الطاقة في العالم بعنوان سنتراك وإيني مسيرة نجاح مستمرة أثارت زيارة رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني إلى الجزائر وما تمخض عنها من اتفاقات تعاون استراتيجي في مجالات عدة أثارت غضب الصحافة الإسبانية على رئيس الحكومة بيدرو سانشاز حيث حملته خسارة مدريد مكانتها الاقتصادية في الجزائر لصالح روما في الجزائر كان الاتفاق وفي مدريد كان العتاب لم يكد حبر اتفاقية التعاون بين الجزائر وروما يجف حتى سالت أقلام الصحافة الإسبانية معاتبة رئيس الوزراء بيدرو سانشاز محملة إياه تراجع مكانة إسبانيا كشريك اقتصادي للجزائر لصالح روما في مقال عريض طويل فصلت صحيفة The Objective بلغة الأرقام هذا التراجع بناء على أحدث بيانات قدمتها وزيرة الدولة للتجارة كشفت فيها هبوط مؤشر الصادرات الإسبانية نحو الجزائر إلى 82% خلال ستة أشهر فمن 938 مليون يورو هوت قيمة ما تورده الجزائر من مدريد إلى نحو 161 مليون فقط لتصف الصحيفة صراحة التحول الحاد في موقف حكومة سانشاز من قضية الصحراء الغربية بالكارثي على المصالح التجارية للشركات الإسبانية التي تأن تحت وطأة خسائر فادحة لحقت بها لم تحرك أمامها حكومة سانشاز ساكنة سكون قابله عزم وهمة من روما التي حركت آلتها الدبلوماسية ميممة وجهها شطر الجزائر التي وجدت فيها الشريكة الموثوقة والمستقر لتخطف بحنكة ساستها مكاسب اقتصادية غير مسبوقة بعد بلوغ المبادلات التجارية مع الجزائر 16 مليار دولار في 2022 بعدما كانت 8 ملايير في العام الذي قبله مكاسب ومكانة لطالما كان من نصب إسبانيا التي ألحقت مراهقة سانشاز السياسية بها خسائر اقتصادية ودبلوماسية يبدو أن طيفا واسعا من الشارع الإسباني أيقن بأن وقف هذه الخسائر لن يكون إلا بوضع حد لمسيرة سانشاز السياسية أدت القيادة المنتخبة في الصحراء الغربية اليمين القانونية بدءا من رئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي ودى المنتخبون الجدد اليمين القانونية التي تلاها رئيس المحكمة العليا إبراهيم بيلا ليؤدي كل عضو القسم على حدا حسب مقتضيات القانون وكانت لجة الانتخابات قد أعلنت عن القائمة النهائية للقيادة الجديدة المنتخبة في جلسة علنية خلال اختتام أشغال المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو نهاية الموعد الإخباري ولتفاصيل أكثر عن الخبر يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا الظاهرة أسفل الشاشة في أمان الله اشتركوا في القناة